يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة هبدأ بالزمالك وهتكلم على الزمالك وفوزه اليوم على بوسليم بس عايز اتكلم معاكو في حكاية كده بسرعة جدا 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 عجبتني اوش مبارح سبالتي الموديل فني للمنتخب الايطالي قال تصريحات للصحافة الايطالية في منتهى الاهمية في منتهى الاهمية هتقول لي من احنا بايطاليا دلوقتي انت بدأ الحالة بايطاليا وسبالتي من احنا هقولك الربط فين هقولك الربط فين وركز معايا اوش سبالتي بيسألوه بيقولوله المنتخب الايطالي وطموحات المنتخب الايطالي وعايزين المنتخب الايطالي يرجع للواجهة مرة اخرى فبدأ سبالتي ينتقد لعبي المنتخب الايطالي ينتقد لعيب المنتخب الإيطالي دي هل علشان مثلا ما بقى شفين جنب في إيطاليا زي ديل بيرو توتي وباجيو كريستان بيري والأسماء العظيمة التاريخية دي لا هل مثلا اللعيبة بتيجي المنتخب مش مهتمين زي مهتمين بعنديتهم لا هل مثلا اللعيبة دي مش مؤهلة انها تلعب للمنتخب الإيطالي فبيضطر ياخد أي لعيبة وخلاص لا قال لك لعيبة المنتخب الإيطالي بتيجي معسكرات المنتخب الإيطالي عشان يلعبوا جيمز يلعبوا بلاي ستيشن ويلعبوا ألعاب أخرى يا جدع آه يقول لك أنا اللعيبة اللي عندي في المنتخب الإيطالي بيعودوا لحد الساعة أربعة الفجر يلعبوا كله في دوتي كله في دوتي آه هيسمعها كده عشان ما بلعباش والله بس أنا قريت اللي بتاع طبعا لعبة مشهورة جدا يعني لعبة حروب وحاجات كده يعني قال لك أنا ما ينفعش لعيبة المنتخب الإيطالي تبقى لعيبة جيمز هما شاطرين في الجيمز بس مش شاطرين في الملعب قال إنه هو متفهم جدا من فكرة التطور في الحياة واه واه بس عايز يرجع بالماضي الإيطالي لما كانت اللعيبة بتبقى مركزها في المعسكرات آه ما قدرش يسحن منهم الموبايلات بس قدر أقول لهم إنك على الأقل على الأقل وإنت بتعمل تدليق وإنت بتعمل تأهيل وإنت بتعمل تجهيز للمباريات بتبقى شماسك الموبايل عمال تلعب جيمز شافهم سبريتي بيعدي عليهم كده مسكين وبلعبوا بابجي بقى وكلوا بدوتي وفيفا وألعاب طيب مدرب المنتخب الإيطالي واحد من أهم المنتخبات عبر التاريخ لما يطلع بتصريحات يتكلم عن حاجات كد يتصورها البعض تفهى وفي حقيقة الأمر إن إحنا كتير قوي على مستوى الأندية والمنتخبات المصرية ما بنعرفش هو اللعيبة الليه النهاردة مش ملكزة في الملعب هي اللعيبة ليه تعبانة في الملعب أنا فيها كل لعيب ما يعني اسم كبير اسم مشهور يعني مش لازم كبير كان بيلعب في النادي الأهلي مؤخرا يعني ومشي كان بيلعب بابجي قبل المباراة مهمة للنادي الأهلي لحد الساعة 4 الفجر لعبة برضو مشهورة يعني الناس اللي ما تعرفش للعب يعني اسمها بابجي وطلع باسمه وعمال يلعب لحد الساعة 4 الفجر قد يبدو إن الموضوع عادي بس هو مش عادي خالص بياخد من تركيز اللعبين بياخد من صحة اللعبين من لياقة بدنية للعبين فبينزلوا المباريات المدربين نفسهم مش فاهمين ده أنا عامل كل التأهيل البدني والزهني وكل شيء هي اللعبة عاملة كده ليه في الملعب في واحدة من المباريات وهو هقول لك معلومة يعني هقولها لك وخلص وامري لله مباراة الأهلي وصان داونز اللي كانت في جنوب أفريقيا اللي اخسرها الأهلي خمسة مش المباراة الأخيرة دي اللي قابلها كانت وقت اللي صارتي بحسب معلوماتي يعني إنه كان فيه لعيبة سهران لحد الساعة 4 و 5 سالصبح بتلعب بلاي ستيشن الحاجة دي ما تزعيتش وما تقلتش بس هل أخذتها من اللعيبة من اللعيبة في النادي الأهلي فالموضوع كارسي وشوف أنا بقولك إيه لعيبة النادي الأهلي أكبر نادي في مصر وفي أفريقيا منتخب مصر نفس القصة كل الأندية على فكرة وصلنا لحد فين لحد إيطاليا بس اسباليتي عشان فاهم تأثير ده وسلبيته الكبيرة طلع وقاله بس إنت مش هتلاقي مدرب في مصر حتى لو أجنبي يطلع يتكلم على الجزئية دي محدش يتكلم في القصة دي محدش ياخد باله أصلا محدش هيركز إنها مؤثرة جدا قد إيه خطر كبير جدا إحنا متصور الموبايل بس إن إحنا بنعمل على واتسابتشات وتليفونات وحاجات كده لا موضوع بتاع الجيمز ده خطير وإنت بناسي حاجة مهمة جدا إن أعمار اللاعبين دون صغيرين إحنا بنحسهم دايما كبار قوي وعندهم خبرات واسنين ومش عارف إيه بس يبقى عنده 20-21-22-25 سنة لسه شاب صغير فماسك الموبايل بيلعب بيه عادي جدا موضوع خطير جدا فتحوا سباليتي ممكن يكون عدى على معظم الناس التصرحات دي مرور الكرام بس محبتش إنها هتعدي مرور الكرام عشان دي جزئية مهمة جدا لابد أن الأندية تاخد بالها جدا من الجزئية دي المدربين ياخدوا بالهم الإدارات في الأندية مديرين الكورة كلام ده مهم جدا اللعيبة بتخش وضع في الفندق الفندق المعسكر قبل المباراة وهات بليستيشن وتعالى يلا نقعد نلعب كلنا وكده كده حضراتكم عارفين الشباب يعني اللي في جنة إنت لو قعدت على لعبة ما بتاخدش بالك إن انت قعدت فيها 4-5-6 ساعات ما بتاخدش بالك إنك عندك شغل تاني يوم ما بتاخدش بالك إنك عندك مباراة تاني يوم ما بتاخدش بالك ما بيبقى إدمان فحبيت أبدأ بالجزئية دي عشان حستها إنها ما ينفعش تعدي كده إيه بسهولة يعني ده فيما يخص تصريحة سبالتي الموديل الفاني المنتخب لطالبي المناسبة سبالتي ده بالنسبة لي في رأيي يعني هو السبب في التحول العظيم في أداء ومشوار ومستقبل محمد صلاح لما كان بيدرابه في إيه سرما وجل ده طور محمد صلاح تطور مذهل قبلها محمد صلاح كان جيد بس مع سبالتي محمد صلاح بقى واحد من أحسن اللاعبين في العالم